حدثنا عبد الله حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد عن أبن أبي ذئب عن سعيدي بن خالد القارضي عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال رأيت أبا لها بن بعقض وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلهة أبائكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو على أثره ونحن نطبعه ونحن ظلمان بكأني أنظروا إليه أحوال ذا غديرتين أبيض الناس وأجملهم حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمر عن محمد بن المنكدري عن ربيعة بن عباد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذئ المجاز يدعو الناس وخلفه رجل أحوال يقول لا يصد أنكم هذا عن دين آلهتكم قلت من هذا قالوا هذا عمه أبو لهب حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن محمد بن عمر وعن ربيعة بن عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس إلى الإسلام بذئ المجاز وخلفه رجل أحوال يقول لا يغلبنكم هذا عن دينيكم ودين آبائكم قلت لأبي وأنا غلام من هذا الأحوال الذي يمشي خلفه قال هذا عمه أبو لهب قال عباد أظن بين محمد بن عمر وبين ربيعة محمد بن المنكدري حدثنا عبد الله حدثني أبو سليمان الضبي داود بن عمر وبين زهير المسيبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبيه عن ربيعة بن عباد أديلي وكان جهليا أسلم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قول لا إلها إلا الله تفلح ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قول لا إلها إلا الله تفلح إلا أن وراءه رجلا أحوال وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابع كذب فقلت من هذا قال محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قال عمه أبو لها بن قلت إنك كنت يومئذ صغيرا قال لا والله إني يومئذ لا أعقل حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان قال حدثني سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام قال حدثنا محمد بن المنكدري أنه سمع ربيعة بن عباد أديلي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس بمنا في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول يا أيها الناس أن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا قال ووراءه رجل يقول هذا يأمركم أن تدعو دين أبائكم فسألت من هذا الرجل فقيل هذا أبو لها بن حدثنا عبد الله حدثنا مسروق بن المرزوبان الكوفي حدثنا أبن أبي زائدة قال قال ابن إسحاق فحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال سمعت ربيعة بن عباد أديلي قال إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أحوال وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول يا بني فلاء إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا ألها ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلاء إن هذا يريد منكم منكم أن تصلخوا الله والعز وحل فأكون من الحي بني مالك ابن أقيس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه فقلت لأبي مون هذا قال عمه أبو لهب حدثنا عبد الله حدثني محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوانا عن أبيه أبي الزناد قال رأيت رجلا يقال له ربيعة بن عباد الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر في فجاج ذي المجازي إلا أنهم يتبعونه وقالوا هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال ورجل أحوال وضيء الوجه ذي غديرتين يتبعه في فجاج ذي المجازي ويقول إنه صابع كذب فقلت من هذا قالوا هذا عمه أبو لهب حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القراشي قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن ربيعة بن عباد الدؤالي وعن من حدثه عن زيدي بن أسلم عن ربيعة بن عباد قال والله إني لا أذكره يطوف على المنازل بمنا وأنا مع أبي غلام شاب ووراءه رجل حسن الوجه أحوال ذي غديرتين فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومين قال أنا رسول الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ويقول الذي خلفه إن هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين أبائكم وأن تصلخوا الله والعز وحلف أكو من بني مالك بن أقيس إلى ما جاء به من البدعة والضلال قال فقلت لأبي مون هذا قال هذا عمه أبو لهب عبد العز بن عبد المطالب ترجمة نانسي قنقر